طيب تعالوا بقى نروح ليه برضو من ضمن الأخبار الحلوة اللي حابين نعرفها لحضراتكم تأهل مصطفى عسل ابن النادي الأهلي مش مجرد راعب النادي الأهلي وبالمناسبة هو المصنف الثاني عالميا تأهل إلى نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للسكواش عشرين تلاتة وعشرين بعد ما فاز بنتيجة تلاتة واحد على مواطن ومروان الشرباجي اللي للأسف شديد تعرض للإصابة ولم يستطع يعني يستكمل المباراة بعد ما أصيب في نهاية الشوت الثالث بالمناسبة جاءت نتيجة الأشواط حداشر سبعة حداشر تمانية وحداشر أربعة وبوصول مصطفى عسل للنهائي سيصعد لاعب النادي الأهلي على قمة التصنيف العالمي لمحترف السكواش المقرر ليه غدا بالمناسبة وده كمان يعني لأول مرة في تاريخه وسيزيح مصطفى عسل مواطنه علي فرج بطل وادي دجلة من صدارة التصنيف ليصبح أصغر لاعب مصري يصل إلى قمة التصنيف العالمي طبعا حاجة رائعة وبالمناسبة وده مش أول مرة أقولها لحضراتكم فكرة النجاح المدوي اللي بيتحقق في عالم السكواش المصري جدير بالدراسة عشان لازم هذا النجاح يستنسخ في كل الرياضات الحكاية في الآخر مش كيميا واحد زاد واحد يساوي اثنين وفي دنيا السكواش وفي الاتحاد المصري لسكواش واضح أن المعادلة بتحقق بدليل الإجازات اللي احنا بنتكلم فيها كل يوم زحية باتفق معك جدا نفسي بس زي بكل منتكلم عن الأعاب الأولمبية نفسي السكواش يعني لما ييجي لو جات دولة قبلنا ولو جيت دور علينا بإذن الله يعني نحنا ننظم يعني اللي هي الأولمبيات في يوم ما يعني بإذن الله زينا زي حال دول كتيرة قدرت اللي كان حلم عندها بالمناسبة في الأول يعني نحنا ندخل السكواش كلعبة يا كريم احنا متقلقين جدا فيها وعشان احنا مواخدين كل المراتب والرانكينجز الأولى في العالم كله فالرياضة دي أنا ما توقعش أن أي دولة حتستضيف الأولمبيات في السنوات اللي جاية تبقى عايزة أصلا السكواش تختارها كلعبة تدخل يعني بس نتمنى أن ده يحصل لأن لو ده حصل أنت هتتعدي بشكل كبير جدا لأن كل التصنيفات الأولية أنت اللي واخدها الحمد لله بنتكلم هنا عن مصطفى عسل يعني لعب النادي الأهري والمصنف الثاني عالميا وغير وغيره من اللعيبة كمان المصريين المصريين بي نفسوا بعض على الرجال وعلى السيدات بالمناسبة مش بس على الرجال فمزيد من النجاحات إن شاء الله يا رب